إلى السينما حيث منيح الممثل السينمائي جالي يوسف جارو منيح جائزة أفضل ممثل جائزة منيحة له بعد مشاركته في مهرجان وقاله للسينما والتلفزيون الذي تضافته دولة بوكينفاسو في الخامس والعشرين من نوفمبر وحتى الرابع من مارس الجاري محمد خميز مهدي والمذيذ من التفاصيل عن هذه الجائزة الممثل السينماي القدير يوسف جارو الحايز من قبل على أربع جوائز عالمية في مجال السينما منح هذه المرة جائزة أفضل ممثل خلال مشاركته في مهرجان وقدوق للسينما والتلفزيون الجائزة كانت من بنات أفكار أعضاء اللجنة التنظيمية للمهرجان بهدف تشجيع الممثلين السينمائيين والكوميديين لمواصلة إبداعهم في مجال التمثيل أول مرة الأورغانسيات تسأل شيء تلوم كل الأكتيرات الكبار يعمل لهم صواري في ميريه أنا وقدوقوا هم دائرين يكونوا واحد أكتير من أكتيرات اللجو من إفريقيا ومن بره من إفريقيا والشواء خطفوا جانا الممثل يوسف جاورو حاز على الجائزة نتيجة لأدائه المميز حينما عدى دور البطل في الفيلم البوركيني والذي حمل اسم توم الظهور القوي للممثلين السينمائيين الشاديين في المهرجانات الدولية ستعطي ضفع قوية للسينما الشادية لتتبوأ مكان مرموقة في عالم السينما مهرجان وقدوقوا للسينما والتلفزيون والذي نظم في الخامس والعشرين من نوفمبر حتى الرابع من مارس الحالي شارك فيه شخصيات لامعة في مجال السينما في مقدمتهم وذير التغافة محمد صالح هارون ومخرجين ممثلين سينمائيين الشاديين